أهلا بحضراتكم قبل ما أدخل بس في تفاصيل أهم الأخبار النهاردة خليني أقول لكم بس قصة أمم أفريقيا حضراتكم عارفين أنه لما كنت بتابع الأحداث الكروية اللي جاية وقلت حالككم في عندنا اليورو وعندنا الأوليمبياد وعندنا كمان كوبا أمريكا وقلت أنه البطولة تسحب تنظيمها من من الارجنتين وكولومبيا ويعني راحت لبرازيل وده طبعا عامل مشاكل كتيرة جدا وما زالت حتى اللحظة مصير البطولة مش واضح يبدو أن السيناريو ده هيتكرر عندنا في بطولة أفريقيا اللي كان مفترض أنه الكاميرون تستضيفها في عشرين وواحد وعشرين لكن من الواضح كده والكواليس أو الأخبار اللي جات لنا من الكواليس أنه احتمال كبير جدا أنه مش بس القرعة اللي اتأجلت فيه الكاميرون القصة بالبطولة لكن كمان احتمال لظروف كتيرة جدا بتمر بيها الكاميرون أنه البطولة يتسحب تنظيمها من الكاميرون وبالتالي ملف مصر مبدئيا أعتقد أنها مستعدة وخصوصا طبعا إحنا نجحنا نجح باهر يعني مش بس على مستوى الأفريقيا على مستوى العالمي حتى بطولة كاس العالم لليد أعتقد مصر قدمت نفسها بشكل كبير بطولة أمم أفريقيا اللي كتير من الوسائل العالمية والأراء الحقيقة اللي قدت مصر حقها وقدرها بشكل كبير وقالت أنه مصر نجحت في استضافة أو في تنظيم بطولة كاس عالم مصغارة وخصوصا أنه كمان الظروف الاستثنائية اللي بيمر بيها العالم والغاية النهاردة فيه كلام بيتقال أو فيه بعض الأصوات بالطالب بلد زي اليابان توكيو تحديدا أنها تأجل الأولمبياد نتيجة جائحة كورونا وما أدرك ما هي قدرات دولة زي اليابان لكن في النهاية ده شيء يحسب لمصر وأعتقد أنه مصر شرطها الوحيد أو تحفظها الوحيد أنه أنها مش تتقدم بملفها أو بطلب لاستضافة البطولة إلا بعد ما تسحب ويتم الإعلان عن ده رسميا من الكاميرون ده فيما يتعلق بطولة أمم أفريقيا